سؤال القادم لك فيما يخص محمد صلاح ومسيرة محمد صلاح الرائعة في أوروبا كيف تقيم هذه المسيرة الرائعة بالطبع بالنظر لمحمد صلاح مع ليفر بول أنا معجب كثيرا بالجودة التي أتحلى بها محمد صلاح ولعب متواضع على المستوى الشخصي ولكن هو يساعد الجميع هو مثال يحتذى به لدى جميع اللاعبين في العالم هو لعب ملهم ليس فقط هو لا يرغب في الأشياء التي يرغب بها اللاعبون خارج الملعب هو لعب ملتزم تحب أن تشاهده في الملعب هو لعب محترف بحق هو مثال رائع لللعب المحترف لا يوجد الكثيرون مثل محمد صلاح في كرة القادم الآن محمد صلاح هو استثنائي بالفعل أنا أود أن أحييه ويفعل الكثير من الأشياء الجيدة حاليا وأنا أود أن أرى محمد صلاح يسير بشكل ثابت على هذا المستوى وأن يستمر في إبهارنا سيكون أمر رائعا سيكون أمر رائعا أن نرى محمد صلاح يحقق ما يحققه باستمرار أن يحرز الأهداف وأن يصنع الأهداف لزملائه هذا ما أحبه بشكل أكبر في محمد صلاح طيب حتى نرضي طموحات جماهير كرة القادم المصرية للتعشق كرة القادم الهولندية لو طلبت منك تضع تشكيلة مثالية عبر أجيال مختلفة لأفضل اللاعبين الهولنديين على مر التاريخ من حراسة المرمى حتى المهاجم أفضل حداشر لاعب دعني أفكر حارس المرمى سيكون إدوين فندرسار وأمامه رايكات جوبلت جوبلت ورأيكات فان باستن فرانك ديبور أعطينا نرى أعطينا نرى أعطينا نرى باترك كليفرد باترك كليفرد وكلارنس سيدورف ومن أيضا أعتقد أعطينا نرى أعطينا نرى هل ينقصني لاعب أو اثنين أساعدك أساعدك في واحد أساعدك مثلا في دينيس بيركم بالطبع دينيس بيركم أنا ذكرته أعتقد وأيضا كومن بالطبع نعم هذه أفضل تشكيلة أفضل أحد عشرة أفضل أحد عشرة لعبا عظيمة تشكيلة عظيمة الهولندي أرون وانتر نجمي انتر والاتسيو وأيكس السابق أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة والحوار العظيم جدا بشكرك شكرا جزيلا واحد من لعبة لعبة النص الجامدة جدا 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 كان بدور إيطالي مع لاتسيو ومع انتر ما كانتش طبيعي وكان ليه جول شهير جدا في المنتخب البرازيلي في كاس العالم 94 مع المنتخب الهولندي حاجة كده عظيمة جدا